بعدها قال ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمرات النخيل معروف والأعناب قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا العلماء قالوا الآية دي أول ما ورد في تحريم الخمر أربع آيات أربع مراحل في تحريم الخمر أول المراحل الإشارة للخمر إشارة بس ربنا أشار لأنه الخمر براها والرزق الحسن براه قال تتخذون منه سكرا الناس يسكروا من التمر يجيبوا البلح البلح ده مفترض الناس يسووا منه رزق حسن يجيبوا يسووا منه المريسة المريسة بسواء بالعيش وده يسووا منه العرق البلح ربنا قال لك تتخذون منه سكرا في ناس يسووا منه السكر ورزقا حسنا البلح تسووا منه رزق حسن تعمل منه مديدة تعمل منه أي حاجة تانية مما يصنع من البلح تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون نمرة ثلاثة قال وأوحى ربك إلى النحل ده كمان داري ورّك آية عجيبة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا شوف النحل دي الله ورّانا تلاثة مناطق هي بتعمل فيها الخلية بتاعتها تلاثة مناطق فقط قال أن اتخذي من الجبال بيوتا الجبال ومن الشجر ومما يعرشون النحلة دي ما بتلقى إلا في واحدة من الحتات التلاتة دي فقط ما بتقى غير كده أصلا الآن لو بنتلها شقة شفتها لنحلة بنتلها شقة على النيل ما بتسكن ليك إلا في حتاتة دي بس في السقف فوق ولا في شجرة ولا في الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بعد ذاك ربنا قال ثم كلي من كل السمرات النحلة تمشي تأكل من السمار من الأزهار تمشي تأكل منها ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربيك ذللا يخرج من بطونها بعد ذاك تسكن في جبل تسكن في كده تأكل من السمار لكن قال لك اللي بيخرج من بطون دا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه عسل يقول لك أبيض وده عسل الحبشة وما تعرف ده عسل الغرب وده عسل وين مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يا أخي أنت خليك ذل بتفكر كويس دي نحلة حشرة فيه ضبانة تانية بتطلع وسخ ودي حشرة زيها ضبانة تطلع لك وسخ وعفن أنت ما تقدر ذاته تقرب منها وحشرة تانية زيها بحجم ضبانة وقدورة وأي شيء قد تكون أكبر منها شوية بنفس النظام دي تاكل من الأزهار والضبانة تاكل من العفن ولدنا نخلقين الله يعني أسل الضبانة دي القلاوكل هنا منه والنحلة القلاوكل من هناك منه ده كله ده شانية تتفكر كويس شانية تتفكر في نعمة الله عليك وفي خلق الله النحلة تاكل من الأزهار بعد ما تاكل العسل ده ما بتفكه سايف الهواء يعني أسل العسل بتاعه ده فيه شفاء ومنفع للبشر لكن العسل بتاعه ده بتحفظه لك في خلية كمان تخطه لك بياس شان تستفيد منه انت تجيبه لك في الخلية والخلية زي ذاته بتنقل عسل وبتنظفه لأنه لو مش هتكبته لك في حتة ساي يجي الوسخ والكرورو بتاعه يخش فيه يبوزه لا لا الخلية تحفظه العسل قائد جوا في الخلية كويس النحل يأكل ويجي كوب العسل قال فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون يا السلام ولسه بيذكر لك في النعم بعد ذلك مش يقدام آيات البعدية قالوا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الرزق ده ما واحد واحدين تلقاهم أولادك واحد يطلع مهندس ده بيأكل مننا السطير يسطر ورقة مربعات خريطة ما تعرف يسطرها لك كده بيأكل منها واحد تاني عالتالي بيشيل في السوق شايل فحم وشايل بصل في ظهره قال عالتالي والتعبان وروحه طالعة وشغال في الشمس في الحر ده جروشه بسيطة بقى كثيرة والمهندس جايل له في طرابازة كده مرتاح وبسطر في ورقة ده بشيل جروش تجيلة جدا شاكده ربنا نبهك قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون بعدك تاني ورأك حاجة جديدة قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد وحتى تلقى الزواج وجاب لجنيات كده لك اللي جناك ده خدتوا قدامك وعين فيه ده اتجبتوا من وين اتجبتوا من وين الجنة أصلا ولك سوي بس سوي ما بتقدر وكان جاتوا حمسا تلقاك تجاقلب جاير وجاير جيبوا العربية مستشفى لقيتوا دكتورة لما لقيتوا أناس فلان عندكم دوا تعي لأي ما ذكرتها عالجو الغريبة ناس يجيوا يقول لك الشيخ بالدين الجنة والجنة جنة الشيخ يا زول الجنة كان عيسا الشيخ ما يقدر يعالجو شان ما دغوش على رقبتك فهمتني ربنا قال لك واجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفد سبحان الله ربنا قال أفرأيتم ما تمنون انت برنامجك بس حدك تزوج وتأتي زوجتك بس دا برنامجك انت عملت حاجة تاني عملت شو قل لك والله عندي أربعة أولاد ما أشياء الله جبتهم من وين ازواجت بالتعمل يقول لك وعند أربعة أيوة ربنا قال لك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون اتطلعتها موية بس ما في حاجة تاني موية ورقبتها على تدي ولا في شي تاني ما في حاجة فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يا السلام جواب أطنمه وربنا يجيب له رزقه في محل ديك محتاج لأي نوع من أنواع الرزق يجيب في مكانه تلقى المرأة تقول لك الليلة دار لي دومة بس دار نفسيها كل لي دومة لأنه في فتمين معين محتاج له الجنين في بطونة جوا ربنا يجيب له شو يجيب له يجيب له كيف الرزق ده بالحبل السري وتجي إشارات للأم لي عقلها فوق تقول لك بس الليلة دار لي صلطة بعجور ليه لأنه في مادة معينة محتاج لها الجنين إشارات من الجنين لي فوق لي ذهن الأم الأم نفسها في الموضوع ده تمشي تجيبه لها تعكله يتغزى الجنين شو بالرزق بيجيه كف لكن في نوعية غريبة أول ما مرق زيدة مش جوه رزقه جايب جايبه لأ الله جوه كويس؟ أول ما مرق تجربت حجابه مرق نصيح راجل وذكر ما شاء الله ومليانه عافية الله زمان يا مسكين رزقك إتا جوه بتنمك لبتعرف تمشي الخلق ولا بشيل طورية ولا بتمشي السوق ولا بتخديم الله رازقك جوه تجي لمن تبرك بره تربط لك حجاب تجيبه من الشيخ شاني جيب لك الرزق مسكين والله ناس مساكين وغشوهم الدراويش والناس العقيدة من رايحة فهمتا كلامي ربنا قال لك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الخالق البيخلق والبيصور والبيطلع في أحسن سورة دالة شكيدا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر والله جعل لكم الأرض فراشة قال والله وصوركم فأحسن سوركم ورزقكم من الطيبات الله صورك وطلعك تأمي ما شاء الله يضينات قاعدات وكده وعيونك وبتشوف والله كان خلوني على الفكي أسا كان خلوك على الفكي بس على الشيخ ولا يركب لك اللضنين تعرف الشيخ يوم يطلق لك واحد اللضنين ما فيه يوم يطلق لك واحد كرعين ومنسيات في متى يا ناس ربنا سبحانه وتعالى شوف أغضغ علينا النعم شكده بعد ذلك قال لك الآيات من سورة النحل قال تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْ بَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبنعمة الله يوم يكفرون بالباطل يؤمنون في ناس الليلة بيؤمنوا بالباطل يعني لما انتجي الواحد يكون يتزوج سبعة سنة ما ولد بعد ذلك الجماعة يجوه يقول له المرة شان تلد توديها للشيخ شان يديك الجنة أول ما ودى له بعد سنة سنتين الله قد يقدر ابتلاء للعبد يبتليه المرة تلين يقول له بس ده ودى الشيخ تسميه على الشيخ والشيخ تطبح للشيخ هنا شفت العقيدة كيف ولما ده يتسأله تقول له ده أداك له منه الجنة ده أداك له منه يقول لك الشيخ طبعا شكت ربنا قال لك أفبالباطل يؤمنون ده ما حق الشيخ يا أخي ما اداك له ده اداك له والله الله قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون شوف الآية البعضية كيف بعد النعم دي كله جاب لك الأنعام بعدها جاب لك النحل جاب لك الرزق الحسن وجاب لك الجنة النعم دي كله ربنا بعدها قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا الله وردك اللي الرزاق دي قبل شوية نحل ورزق حسن وأعناب وتمور وجنة كله ده قال لك الله بيديك لكله بعدها قال لك في ناس في ناس يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا يستطيعون ما يقدروا يا أخواننا أنا بستغرب زول بيجرى الغرآن ده وفهمه تاني بيبقى مع الجماعة ديل بيبقى مع الدجالين ديل تمشي تشير الإبريق للشيخ وتغسل لك ورعيه لا يعني عشان يساول لك شون عنده لك شون بيتمشي القبة ليه فلا بيمشوا الجباب هادي البجاي دي قبة هناك هادي شرج الحلة بقى قدام تصبح بيه عليك الله وتتمسى بقبة عنده شوني يا أخ ما زول ميت زول ميت ما في حاجة تاني ما يملك لنفسه حاجة سبحان الله شكت يا رب أنا أقل لك لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون الآية البعدية الله قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يا السلام مثل جميل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وَمَنْ رَزَّغْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا هل هو واحد مع الزول التاني اللي عنده قروش وبين في غدي دا وردي دا وردي دا وردي دا هل يستوون ربنا قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ما بيستوديل ما بيستويه لأنه دا مثال لاشنوه مثال للزول البسأ لله والله عنده وبيدي الله عنده وبيدي ومثال التاني داك بيمشي لفكي الفكي ما عنده يديك كيف هو ما عنده يديك من وين ربنا قال لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ما يعمل اي حاجة أستعلك لأ لو مشيت الغبر البجائي دا وقفت قدام الغبر أبويا الشيخ قلت اليوم أبويا الشيخ ما تتفاهم معانا يا أخ بتكلم معك ما حيتكلم هو سيمعك هو ما سيمعك يا أخواننا الزول العاقل اقعد يناديله في زول ما بيسمع ذاته ربنا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ما بيسمعك أنت بتنادي فيه وليه واحد بيحكي لي قال واحدة من النسوان من أهلنا بغادي جاي من الكاملين قال بتنادي فيه شيخ اسمه الصديق قال ليه يا شيخ الصديق اسمعني مرة ولو قلت لا لهم واستمر يسمعي كيف هي عارفة براعي إنه مدى ما بيسمع اسمعني مرة ما بيسمعي لا مرة لا مرتين ما بيسمع ربنا قال ذلكم الله وربكم شوف المغارنة كيف ذلكم الله وربكم له الملك قال لك خلي بالك ده عنده الملك الله له الملك أها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شوف كيف المغارنة الله له الملك كله سماوات والأرض كله والجماعة التانين ناس شيخك أبقبة قال يا شيخي أبقبة اللبنية تكتب لي حجاب من راسي لك رعية وهي تقول ولا أبارول ده أبارول بتاع المكانيكية دي لك الشيخ ده ده قال لك له الملك الله والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير لما انت فيك التمرة في حاجة كده ملفوفة حولنا المصاصة بتاعت التمرة ده القطمير ما فيه أي فائدة قسنا لو وديتك شواء الغطمير بيستوي باشنو الغطمير فيه شنو أم للك ستة شواء الغطمير حتى تسوي باشنو ولا أي حاجة ما فيه أي فائدة شفت الغطمير ده مش شوال قطمير واحد بس الله قال لك ما عندهم وإنت لك عندك شوال بتستفيد منه الله قال ما يملكون من قطمير وبعد ده إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والمشكلة الكبيرة بتهن قال لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك في محاضرة زي دي لأخواننا أصحاب العقيدة جماعة بقول لك أوه ما تسمع لهم دير أوعى من الوهابية وما تسمع لدي ليه ما يسمع نحن بنكلم قبل القرآن عشان كده أنا وقفت مع الأسلوب الأول من أساليب القرآن ألا وهو عرض النعم ربنا بيعرض نعم على العباد ويطالبهم بالعبادة ويأمرهم الأسلوب الثاني من أساليب القرآن تسفيه ما عليه المشركون تسفيه يعني يقول لك الحقيقة سفه سفه يعني شي ما مبني على عقل شي ما عقليا كده ما بيجي فيم تاني شكده ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفيه قال الذي لا يحسن التصرف يعني عقله ما راشد طيب ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن قصة إبراهيم عليه السلام قال لقوم وشنو قال أتعبدون ما تنحتون سؤال منطقي قال بتعبدوا فيه ويتو دا قال لهم سويتوا براكم أتعبدون ما تنحتون يا ولد ما أقعد عليك الله أسجل الناس بعدين أقعد كويس قال أتعبدون ما تنحتون تسوو تعبدوا عمر الخطاب رضي الله عنه كما ذكر عنه قال عنده موقفين الموقف الأول لما يذكروا بيبكي والموقف التاني لما يذكروا بيضحك موقفين في الجاهلية الموقف البيبكيه لأنه دفن ابنته وهي حية لأنه كان بيئدوا البنات اتفنوا حية هي بتنفض له في التراب من لحيته وبيحفر لها في الحفرة ودفنها الموقف الثاني قال لي صنم من عجوك صنم سوى براو من عجوة كل مرة بيجي بيأكل منه حاجة دار اليد البيجاي الشينا بيأكلها اليد البيهين بيأكلها الكراء لما نكله كله فما ممكن يكون دا إله انت سوي براك وتعبده أصلا ليلة جماعة دا نفس النظام دا لكن الشيطان جابوا لهم بشكل تاني الشيخ ميت ولا حي امشوا يا ابن العقبة بنوهم براهم والتراب بتاع القبى الرملاب تعتده جابوهم براهم بعد شو يجي وقل لك دفع براك براكات الشيخ التراب دا جابوا منه جابوا براهم يجي يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى لذلك إبراهيم عليه السلام جل قوم قالا تعبدون ما تنحتون أيوة الأصنام بتاعتهم مارقين عندهم عيد برا هناك وقالوا الأصنام وقضتوا قدام الأكل انت قال شانتاكل لا ما شانتاكل شان البركة تحيل في الأكل زي نظام جماعتك دي يقول لك موية بزغ فيها الشيخ تففها كده يقول لك دي فيها بركة كثيرة جدا تففها الشيخ بتاع الشيكينيبة والشيخ بتاع طابط ولا بتاع وين كده فاخدتنا الأكل قدام الألهة عشان الألهة تبارك في الأكل ده إبراهيم عليه السلام دخل عليهم قال ما لكم لا تأكلون ألا تأكلون ما لكم لا تنطغون ما لكم لا تنطغون بعد ذلك جاء فاس فراغ عليهم ضربا باليمين كسرين كل ليل وشال الفاس خطف الكبير فيهم ومرك فات وقبل ما ديلك يفوتوا المواهيم ديلك وبالما يفوتوا سمعوا الكلمة دي سمعوا طرف منا كده قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صبروا لي بس قلبوا أنا عندي نظام على أصنام بتاعاتكم دي سمعوا له واحد منهم ونفاتوا أول ما جوا راجعين لقوا الأصنام مكسرة أزولي سمعوا الكلمة دي قبيل طوالي مش أكلمهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم فتى عمره سيطاهر سنة كويس يذكرهم يعني شنو يعني بتوعد الآلهة بتاعتنا فإمتني أيوة قالوا ائتوا به على أعين الناس جيبوا نشوف موضوعه شنو قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم انت كسرتها الأصنام دي إبراهيم عليه السلامة الدوم كلام ذكي جدا لأنه دي مناظرة ودي حجته قال بل فعله منو كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون العلماء قالوا دي معلومة مع الشرط يعني شنو يعني أسألوهم لو بيتكلموا كسر الكبير ده هم بيتكلموا هم ما بيتكلموا إذن شنو إذن ما كسر الكبير لكن دي حج لهم هم قال فاسألوهم كده أسألو ديل ما هو المكسر والما مكسر واحد كله شنو إبراهيم عليه السلام ما قال لهم فاسألوه أسأل الكبير لا لا قال لهم أسألوهم لأنه المكسر والما مكسر كله واحد يعني ما في فريق بين الكسر والما كسروا قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون في الوقت داك ما وقعت لهم فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون غلطانين التديل لكن ما اقتنعوا هما ما اقتنعوا بس المسألة دي وقعت لهم الوقت داك قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم طبعا دا نظام وشغال الليلة دا نظام دا أي زول غلبة الحجة بهمل معك مشاكل أسأ لو مشينا جامع بتاع الجماعة ديلك الصوفية ديلك لو مشينا جامع حقهم والتلات دين الماء يقدر تكلم أنا بتكلم آية وحديث والتتعرض علي آية وحديث بقدر تمسك الماء التي تتكلم بيجيك واحد دا يجايب يقرجع واحد دا نايب يكون شغال مفراكة وما بخلوك بيدقوك ليه لأنه ما عندهم حجة العلماء قالوا الآية دي فيها فايدة إنه دائما أهل الضلال لما تنقطع حجتهم بيلجأوا إلى العنف وإلى الضرب طوال بدو قوك دا النزام شغاله ليه ولا ما شغال كذي الجماعة دي له ولا ما زرهم قولك وحابي مسخوت أقتلوا جيب العكاز ليه عكاز أنا بتكلم بالساني جيب عكاز ليه تعال انت جيب أكبر صوفي عندك صوفي هنا مقاس كم ستة في ستة لا جيب تمانية في تمانية قاعدوا هنا أنا بنا أخشو بس مش الغرام موجود ياهو دا مصحف فيه السنة معروفة انت عندك التبرد بالشيوخ كويس وثاني تطوف في القبة وثاني تسيف ترابة الغبر وبعد ذات نشيل البركة من الشيخ وبعد ذات وندعو الشيخ ونندعو بالشدائد ها وبعدين ونحن في جاهن وفي حواهن وبعد ذات دي مش عقيد تكينتا تعال جيب لي دليل عليها تندعو الشيخ اوة اوة Спасибо يا الشيخ تلاحقنا دليلك اينه عندك دليل تقول لك ها تندعو رائحين ها اا عندك رائحين ها فأنت قد ريالة مميد دليلك اينه تدعو الشيخ ارتب دليلك ماينا دليل جائز ماجووز انا دليل جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس اذا سألت فسأل الله ماه تاني في شن لا ما في حاجة تانية تلف و تدور ما عندك حجة قوية جدا. قال لهم أسألوهم هديل. هذا ما كسرين جداكم. أسألوهم أكسركم منو. يا أخوان إذا كان الإله بتاعهم ما بعرف الكسر منو. ما عارف الكسر منو. دا. يصلح يبقى إله. ما يصلح. شكد إبراهيم في الوقت داك صفه اليوم الآله ابتعاتهم دي. ودي العبارة درنا صليحنا من جبل. إبراهيم عليه السلام طوالي قال لهم أفتعبدون من دون الله. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون. تبا لكم قال لهم ولل بتعبدون ديل. ثم بتعقلوا. عقل ما عندكم. تعبد لكم إله. الإله لما فيه زول كسروا. الإله ما عارف الكسروا منو ذاته. تعبدوا في زيدة. دا زي القصة في في السيرة. سبب إسلام أحد. الصحابة إنه أولاده هو لما يطلع بجاي بيشيلوا الصنم بتاعه بيجدعوه في الكوشة. ايجي راجع وين الاله بتاعي. وين ما لاقيه فتش فتش بشي لقم يجدعوه في الكوشة هناك. يجيبه راجع. يمرك بيجاي التاني بشي له بيجدعوه هناك. يوم جلق السعلب بيبول فيه. يبول في الاله بتاعه. جدعوا ليك بعيد. قال ورب يبول السعلبان برأسه لقد خاب من بالد عليه السعلب. يبول فيه سعلب دا نافع. ما بين فعدة تاني. عشان كده أسا تعارف قبل فترة في واحدين مجرمين. دا لنا بعتبروا المجرمين ذاته. ما شو حرقوا لهم قبة من القباب. طبعاً نحنا في منهجنا ما بنحرق. نحنا بنحرق ليه قبتك. لو بنكسرها نحنا ما حكام. ديل بتكسر ديل حكومة. دا موضوع بتاع الحكومة. كويس؟ في واحدين ماشوا حرقوا لهم قبة. انا ما موضوع انا ما ما ييدهم ولا عندي علاقة معهم. لكن انا موضوعي في شنو? في الصوفية اصحاب القبة دي. ماشوا فتحوا بلاغ ضد مجهول. طيب ليه تفتحوا بلاغ ضد مجهول. قلتوا بش قلتوا علامة الغيوب والشيخ بأعلم وبجيب الرايحة. اه قلل اللي يجيب الحرقة دا منه. اول حاجة اللي عارفتين الحرقة دا منه. دي نمر واحد. ونمر اثنين الشيخ قاعد تحت جوه. وجوجة ما حرقوا القبة. الشيخ دا ما قادر يحمي القبة بتاعته. طيب يحميك انت جايب اذا كان القبة جنب ضانه دي. القاعدة هناك. في اخر البلد? يا ناس الناس ما بيعقلوا? عقل ما في? فهم ما في? شكده اخواننا بصراحة. اسلوب القرآن في بيانة التوحيد مناقشة اسياة زي دي. ابراهيم عليه السلام سفه لهم والآله بتاعته. اخر اسلوب اكيف معاه? اسلوب الامثال. ربنا في القرآن احيانا يضرب امثال. شاني وقع للناس معاني. شكده لما نزل المثل في صورة الحج. كويس? ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ضبانة وحدة. لو لمينا الشيخ بتاعنا البلد كلهم. كلهم. وعملنا نوم مؤتمر عظيم. ليه خلقي ضبانة. شكده نوم. مشيخة الطريق الكده. وسمانية. وقادرية. وبرهنية. شك لما نوم. قلنا لهم يا ناس نحنا ما دارين نقة كتيرة. وتقول لهم كرامات الولي وتاع. نحنا دارين ضبانة. ضبانة واحدة اصنعوش يخدل. الله قال لن يخلقوا. ذبابا. ولو اجتمعوا له. مش كده بس. وان يسلبهم الذباب شيئا. يعني الضبانة دي لما انتجي انت تكونش لك حايا دار تاكلها. رافع لك حايا دار تاكلها. بتجي بتسلب. ربنا قال بتسلب. ضبانة ما بيش شاورك. ابتقول لك. دقيقة لابو يا الشيخ ازنك. دار اللي حيتك كده. ما بيش شاورك. بتسلب سلب بتخطف. طيب لما تسلب الضبانة تخطف لا حاجة? الله قال لك لن يستنقذوه منه. ما بطلعوا منها. بعد لطباء في الطباء الحديث قالوا المسألة دي فيها عجاز عجيب. قالوا الضبانة بتهضوا من برة. يعني ما زي كده سلو كالتلك حاجة ممكن الشيخ يجيبك يشوروا بطنك دي وطلعها منك. كالتلك عجورة ان شاء الله. يفتحوا بطنك دي بيقول عجورة قاعدة. لسه مت هضمت. الضبانة نظامة ما كده. نظامة بالدخيلة مهضومة جاهزة. يعني اتناولت منك حاجة قرمت من الطعمية كده. قبال ما تخش جوه بتكون هضمتنا اجيادة تب. فهمت كلامي? الله قال لن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل ده الكفار. جوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يستهزئوا. قالوا ربك يضرب لنا مثل بيضبانة. ربنا نزل الآية بتاع السورة البقرة. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضك. ربنا قال لهم كمان يضرب المثل بشنو? بالبعوضة. فما فوقها الى اخر الآيات. المثلة الوحيدة ده كيف معه? ربنا سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون في سورة الزمر. فيه شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل. دي لي اتنين. واحد فيه شركاء. يعني اتخيل معاي عبد مملوك واحد. واسياده كتار. كتار اسياده. بعد ما انه اسياده كتار ما متفقين. بالشكلين في فيما بيناتهم. ده برسلو. وده بدايرو بجايل. وده ده اعمل لك ده. وده اعمل لك. مشكلين فيه. ده هيكون مضطرب ولا ما مضطرب. هيكون امور جايطة. قال لك ورجلا سلما لرجل. في واحد تاني البي امر واحد بس. والبي انها واحد. امشي اعمل لي كده? وما تعمل كده. قال هل يستوياني مثلا. ربنا قال الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ما بيستوي. المثل ده ما ضرب لمن? لزول الآلهة اللي بيتحركوك والبيعبده كثيرا. زي الحاصل لس عندنا في البلد دي. واحد تلقاو بخاف في شيخ البيجاي. وقل لك الجاني عنده الكباشي. والرزق عمونه. والدعم فلان. فيه شركاء متشاكسون. كتار الجماعة بتاعنه. ده ما بكون مرتاح نفسيا. لانه مشرك. لانه عقيده جوزه منا بجاي وجوزه بغادي وجوزه بهناك. مشتت. ما زي التاني ذات. قالوا ورجلا سلما لرجل واحد لي واحد. ده امر عديل خايف من الله. اكان جاو رزق جابوا الله. اكان ما جاو برضو من الله. كان حصلت ليه مصيبة جابوا الله. كويس? ده بكم مرتاح. نفسيا. مطمئن. لانه معلق امر كله بالله تبارك وتعالى. عشان كده ده الشيء اللي بيدعو له والقرآن. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وده كلامنا نحن نجي نقوله للجماعة لكن ما بيقبلوه. اول ما تكلمهم كلام زي ده. يقول لك يا اخي ده المساخيت. وده اللي عندهم امرأي في الاولياء. اول حاجة الاولياء بتاع انك ده ما اولياء. ده اول حاجة. اتنين لو بيقوا اولياء ما عندنا معهم حاجة احنا. يعني هسه قول ولي. قول جا واحد عديل كده هسه مكتوب عليه هنا. ولي صالح. مختوم. ما هاي يعني اشنا? هعمل لنا اشنا يعني? هيضرني باشنونا. وحينفعنانا باشنو. وليش? الولي الصالح ده زول عمل صالح. عمل صالح لنفسه. ينفعه. اما انا اما ما استفيد منه حاجة. عمل اللي نفسه. ممكن يعلمني ما عليش. يحفزني غرآن ما في مشكلة. يدعو لي الله بالخير ما في مشكلة. لكن كونك اعتقد. ولي صالح. والدجانة. ويجيب الرزق. وقيل بلبيت ولد. كالضب. قيل بلبيت ولد كيف? ده زي ده قال. قال مصطفى عراكينة. ده 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 بيات شعر. بس كالتا اسمعها يشوفها صح ولا غلط? قال مصطفى عراكينة. مع ود علي المكروم. وتتة الفلاتي القلب العود مفهوم. تتة قال قلب عود زول. كيف يعني يقلبه زول? كيف? كده اغني يعني? تتة الفلاتي قلب العود مفهوم. انا ما اني مشكلة مع فلاتي ولا مع غير فلاتي. انا قد يطفي انه اقلب عود زول كيف? ده خلقي خلق خلق مع الله. والخلق ده الله سبحانه وتعالى. على اي حال الامثال في القرآن تضرب لتقريب المعاني. ولتفهيم الناس. شنزول يفهم التوحيد العقيدة النقية الصحيحة الصافية اللي جبعها النبي عليه الصلاة والسلام. انا اقف عند هذا الحد. وادع المجال للشيخ. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.